السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم ايضا على القناة اللي وان شاء الله نحضره بروات بالالة لالة الحدقة فعلا تستحق انها تكون عندك لالة في الدار لانه فعلا عامية وسريعة في وقت يعني قصير بزف وجهة البروات بهذه الالة هادي وهادي الحشوات هادي اللي غن نوجدها معكم بطريقة سهلة في اقل وقت ممكن انكم تحضروا الحشوات وبالنسبة باش تقطعوا الخضر ديالكم لو هنبدو كنحتاجوا في مقلات كنوضعوا ثلاثة المعالقة يكونوا كبار ديال الاربع بالنسبة للاربع تلقاوا صندوق الوصف يعني وجدتوا اللي فيه التوماء والزيت يعني كيجيب حلا يلقطع نهدابا وكنديرو هنا تقريبا توي بلدية الحد كنديرو ملعقة ونصف صغيرة من توي بلدية الحد وكنضيفو معلقة ديالبابريكا معلقة ديالسكنجبير معلقة ديالخرقوم واللبزار وبطبيعة الحال كنديرو واحدة ملعقة كبيرة من الحك ماتيشا ديرو هادك العلبة يعني اللي كتكون صغيرة كاملة بالنسبة للشرمولة هادي كجينا الاد وارواع وواع ريالبنات كنتمنى انكم تجربوها ممكن ديروها بالمروزية دياللحم او ديروها باي حاجة كتفضلو المهم الطعم روعة من بعد هنه يكن ديرو سوس السويا من طبيعة الحال غنديرو ملعقة كبيرة مملوئة من سوس السويا اللي كتعطيها واحد المضاق لارواع وما يكني لما كانش ممتوفرش عندكم يعني كنستغنوا عندها ولكن مل افضل كزوينة هي بزاف انو كنحتاجوها في الحشوات يعني بزاف ومل افضل تكون عندكم بالنسبة عندي واحد تقريبا نص حمضة مسييرة اللي كنكون مقطعينها ومل افضل اللي بنتحيدو لها الجلفة العلف ديالها ووحتو غير جلدة ديالها ومن بعد كنديروه تقريبا هنا هي واحد ملعقة كما لحتوه ديالهريسة ممكن لي كيبغيها الحار يديرها وما بغاش يعني كتستغنوا عليها وهنا هي عندي الكيب او الدامة ديال الحوت وكنحكوها هيكا بطبيعة الحال سيكتعطينا المضاق روعة لهاد الحشوة هادي ديالنا الى ممكن ما بغيتوش يعني ما تستغنوا عليها مش مشكيه بالنسبة لهن هي عندي درت دامة ديال الزعفران الحر او ممكن دروس زعفران يعني نعتكم حكو مل افضل ويس حسن من بعد غدي نزيد هنا يجوج دروس ديالتهم او ثلاثة ديال الدروس ديالتهم يكون كبار بها الطريقة هادي كنحكوهم يعني هات الشرمولة هادي صراحة لبنات غيجربوها فعلا كجي روعة وهانسوا ما غتتابعوا معايا يعني بطريقة سهلة وواضحة طفي من بعد احنا هيكي ما لحتو غديم تنضير تقيمة روحة ثلاثة المعالقة ديال الزيت الرومي البلدية عفوا او زيت زيتون وغادي ندمج العناصير هد المكونات كلها بها الطريقة هادي ونوضحها بطبعة الحال على نار حتى غادي تشحر ليم زيان على عفية كتكون جيدة بطبيعة الحال ما كتكونش النار يعني مهيلة لانه اللي درنا مهيلة كيبقى كل شي كتلق لنا الزيت ديالو الوكي هكا نحتاجه الوقت طويل باش انها تنشف معانا الحشوة واحنا عفون هات الشرمول واحنا بغينا يعني تقول لنا الشرمولة نشفة عندما من بعد البنات لزيتوا حط الملعقة كبيرة من زيت الزيتون وغا بدا نقلب فيها هكا بطبيعة الحل حتى غادي نحس بالشرمولة ديالنا الطابت ومن بعد غادي نضيف لها نصف حامضة يعني مع صورة نبقى نخلط هكا جيدا هاتوا ما كيما لاحتوا طريقة سهلة وواضحة وإلا بغيتوا البنات عوض لديروا الشرمولة ديال الحوت كديروا المروزية ديال الحم هيا اللي كنخدمهم لأنه المروزية ديال الحم يغان نفسها كنديروها بديال الجاج مش مشكل صافي من بعد هنه يغضي نعصر كيما قلت لكم داك مصحامضة بها الطريقة هادي حتى غادي تنشف ليدك الشرمولة من داك الحامض صافي وهكا يعني غادي تكونوا وجدنا الشرمولة ديالنا بيش غادي نخلطوا بها داك الخضر ديالنا كنتمنى تكون طريقة البنات واضحة انتم كما رحتوا يعني ممكن تستخدموا هاد الشرمولة في اي حاجة كتحتفظوا بها في تلاجة طبعا الحال بشي قرعة يعني كتكون معقمة وكتضفوها الحشوة ديالكم كجينا على دوار واح ما يكون يعني كجينا سهلة بزاف بها الطريقة هادي حتى كندوها ونجيبوها حتى كتنشف لين الحشوة تماما من داك الزيت وكيشرب في هادك الحامض بالنسبة الهنايا كيما لحتوا مضقتش نهائيا الملح وقما ضفتوش مزدوش قاعد تفل حوشوة تفل الخوضر اللي درتو مزدش لانو لعدنا الحامض وعدنا اذاك اللوب ديال الحامض كينت المايا يعني كيفاية انها كيكون مالح بزاف يعني هاكا عادين هرسوا الملوحة ديالنا فليهذا مت باللعما تديرو الملحة طبعا نحتفظوا بها تشرموا له هادي جانبا باش ندوزو نوجدو الخوضر ديالنا اللي غادي نقطعو وغادي نشرملو بها هاد هاد الحوشوة هادي سافي انتوما كيما لاحتو بالطريقة هادي راسي فعلا كتجي زوينات في المدق ديالي كتجينا عروع كتجينا داكلوكو ديال الحامض وكتجينا زوينة بزاف سافي من بعد احنا ايا كان ديرو نصف كيلو ديال القرعة الخضراء ونصف كيلو ديال القرعة اعفوان ديال الخيزو او الجازار انا ما كنضيفو لبس لالتا حاجة كنكتفيو بهجو جمو ديال المكوينة ديال الخضر وصافي واجد نقول لكم هاد لال الحادكة اللي نفعتني صراحة بزاف وزوينة وعمليان ثم كيما لاحتو يعني طريقة ساهلة وواضحة كنركبوها وكنديرو ليها وكنديرو غير ماشي كنورقو بزاف غير كنديرو غير اربع ديال طربات راكتو لنا على هاد شكل هذا وان شاء الله غادي نوريكو نعطيكم المعلومات الكافية باش توصلو بها حتى المنزيل ديالكم بوحتة ما اللي جد مناسب وغا تلقوا المعلومات ديالها في صندوق الوصف صراحة زوينة بزاف كتنفع اه وقديروها انتم الجازار كيما لاحتو يعني وصحيحة بزاف واحتى البلاستيك ديالها من النوع الجيد وكنتمنى انكم اه توصلوا الى بغيتوا يعني نعطيكم المعلومات ديالها الكافية باش توصلوا بها حتى المنزيل ديالكم وصراحة جربتها وما دمت عليها لانه درتها فيها عدة استعمالات منها هرمشت فيها اللوز ان شاء الله غدت لحط لكم الوصفة دياله وهرمشت اللوز فيها اي حاجة كتبغي وهاكتدير شلادة يعني ممكن ان شاء الله جاي رمضان غدليكم بها العصائر يعني عندها عدة ديال استعمالات وفقط يعني بوحتمال لي جيد دم مناسب وان شاء الله نخلي لكم المعلومات الكافية والرقم الهاتف ديالهم باش توصلوا معهم وشرحوا لكم اكتر على هاد المنتوج ديالهم فعلا انا جربتوا وعجبني وان شاء الله كيما قلت لكم تلقوا المعلومات الكافية في صندوق الوصف من بعد هنهيك احتجوا في ميقلات كيما قلت لكم ودرنا فيها القرعة ودرت فيها شوية ديال البزارة ما كاش عاليا نديروه ما كنتش صافي غي خليوا هكا كتش حرغي في الزيت تا نفس الشيء تا في الخيزو تا هو ديروه غير غير الزيت هو لي باش اغنش حرون خليوا واحدة كتابط لنا وكتاب لنا صافي رو من بعد عاد باش كنزيدو المقادير الاخرى هانتم كيما لحتو طيب الخيزو والقرعة كيما لحتو طريقة ديال يعني صراحة عملية بزاف تا كله ماشين ديال للا لحدكا وعونتني بزاف في سا يعني وجيت حد هاد الحشوة هادي وصافي من بعد هنا قنجيبو حت لإناء وغادي نوتع في هاد الخيزو والقرعة بالطريقة هادي نخلطهم بجوج باش ينساج موليا يعني كي جونا اسهل ما يكون هاد البريوات هادو وكن ضيفنا جوج مع علاق كبار ديال هاد الشرمولة ديالنا ونخلطوها مزيان كنخلطوها مزيان بها الطريقة هادي باش كت يعني كتلبس لنا بكل شي لها من بعد هنا كنديرو تقريبا انا درت واحد ثلاثة ديال ترهم ديال زيتون يكون خضر يكون مقطع وكنضيف هنا واحد شعرية ثانية هنا دا تفتك الشعرية ديال اروز لي من الاحسن وزوينا تهيو ويعني غليتها جو ديال دقايق وخليتها حتى في ذاك الماديلتها كنشوفها انها طابت لنا مزيان ويعني وكنصفهو وكنقطعوها طابتو كندوزو وكنخليو الحوشوة ديالنا تبرت لنا مزيان ومن بعد هنا هادي نجيب الورقة ديال بستايله هنا تقريبا احتاج لي واحد نسكيلو ديال الورقة ديال بستايله وهنا هادي ننطويها على جوج بهذا الشكل هذا وغادي نقصمها بالميقص على نسب باش نشكلوهو على شكل برايوات صافيهو هنا ايه ما كان نديروش يعني ما كان دهنوش الورقة كيما قلت لكم ما كان دهنوش الورقة ما كان دلو لها لازيت لوالو لانو غادي نحتفظو بهم في المجميد حتى كان بغاو يعني ان شاء الله نطيبوهو بعد داك ساعة كان دهنوهم امام صفرد لبيت وصافيه وملاه كان دلو لهم شوية ديل زبزة وزيت ندوه بهاك وصافيه هانتوما كيما لاحظو انتوما اللف ديالها طريقة سهلة كنديرو بهذا الشكل هادا كنجيبوها الطرف هادا كنحطوه هنا اياه وكنجيبو هادا كنوضعو بهذا الشكل هادا ونبداو يعني لفو البرايوات ديلنا بهذا التطريقة هادا طريقه سهلة واضحة جدا كنخشيهو يعني بلما كنصدوه دك ااا لابدقايق و لاباوعلو فقط كنديروه بها للطريقة هادا صابيه غا انا podقاها كمستمر را حتا قديonنسال لهاهد الحشوه هادي كامل بدنسبات لهذه الكميه كيميه كما قلت لكم ا equally versions 30 حبة برايوة لانو اخاكك بنادرتش كمية كبيرة بزاف 30 حبة بهالطريقة هذي في نص كيلو ديال البرايوة عفوا في نص كيلو ديال الورقة البستيلة صافي غنبقاها مستمر رح تغدي نسال هاد الكيمية كلها ومن بعد نوريكم كيفاش وضعتها في المجميت ودرتها في البلاستيك وهنتو ما تتابعوا معايا يعني اسهل واروع ما يكون هذي الحشوة هذي حنا سمحوا لي ما معرش وش كنت كنصور ولالة هنتو ما صافي من بعد هنية وضعتهم في المجميت قريبا واحد دقيقة وغير شوية هكي يشدون رسم صافي من بعد نديروه في البلاستيكا لا تشكلها شكرا شكرا شكرا